السلام عليكم و اهلا بكم كنت اتكلمت مع حضراتكم قبل كده بخصوص اجتماع الفصائل الفلسطينية في مصر للوصول لسيرة توفقية فيما يخص توحيد الجهود السياسية لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي ورطينا قبل كده كمان لقاء محمود عباس واسماعيل هانية مع رئيس التركي رجب طيب اردوغان وقلت لحضراتكم ان الطرفين اجتمعوا مع بعض بشكل منفرد في انقارة ولكن من الواضح كده ان محمود عباس واسماعيل هانية مش متفقين اطلاقا مع بعض فيما يخص نزع السلاح من فصائل المقاومة وحصر اي عمل مسلح في ايد السلطة الفلسطينية فقط اللي بتسيطر عليها طبعا حركة فتحة ساعتها لو حضراتكم فاكرين قلت انه لو الفصائل الفلسطينية مش متفقة اصلا على اساسيات المصلحة فيبقى لازمته ايه بقى الاجتماع اللي حيتمه في مصر ولكن على اي حال الاجتماع بدأ فعلا واول جلسة كانت يوم 30 يوليو اللي فات ولكن الاجتماع تم في مدينة العالمين مش في القاهرة الاجتماع شارك فيه 11 فصيل فلسطيني من مختلف الطيارات السياسية والهدف المعلم للاجتماع واللي كشف عنه الرئيس الفلسطيني هو تمرير مقترح بانشاء حكومة تكنوكرات تتولد ترتيبات الادارية في الضفة الغربية وفي قطاع غزة وتكون جميع الفصائل المشاركة في الاجتماع ممثلة فيها وفي مقدمتها طبعا حركة حماس يعني محمود عباس عايز يشكل حكومة من أصحاب الخبرات والكفاءات وتكون جميع الفصائل الفلسطينية لها حقائب وزارية في الحكومة الجديدة دي وعلى رأس المشاركين طبعا في الحكومة هتكون حركة حماس باعتبار ان هي المستحوزة على غزة وانا شايف انه اقترح لطيف وممكن فعلا ينتج عنه اتفاق مصلحة مبدئية بحسب المصادر الصحفية الخاصة بجريدة الشرق الاوسط السعودية فرئيس الفلسطيني محمود عباس كان بيناقش في الاجتماع طريقة لإطلاق معركة دولية لوضع الاراضي الفلسطينية المحتلة تحت الاعتمان الدولي ودي صيرة بصراحة جديدة ومعدلة من اسلوب الانتداب البريطاني اللي خضعت له فلسطين قبل 1948 يعني رئيس الفلسطيني عايز ان العالم كله يكون مراقب على الوضع السياسي والامني داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة وبكده حيتم منع اسرائيل من ضم ما تبقى من الاراضي الفلسطينية سواء في الدفة او في غزة وان كانت اسرائيل بتقول ان هي ملهاش اي اطمع في غزة بس الحقيقة اكيد غير كده لان كلنا عارفين ان اسرائيل عندها مخطط للسيطرة على غزة وضمها للكيان الصهيوني مقابل ترحيل الفلسطينيين اللي سكنين في اراضي غزة لسينا ده طبعا مش هيحصل لانه لا المصريين هيوفقوا ولا الفلسطينيين هيوفقوا طبعا ولكن في المقابل محمود عباس كان مصمم على منع امتداد النشاط المسلح للفصائل الموجودة في غزة للضفة الغربية وطلب من حماس بالاسم الالتزام بالاتفاقية بعد ما يتم اقراه يعني مفيش عناصر تبع لحماس او الجهاد الاسلامي يخرجوا من غزة ويوصلوا للضفة بسلحهم وينفذوا عمليات فيها يعني هو عايز انه عايز تنفذ عمليات نفذها في قطاع غزة او محيط قطاع غزة لكن الضفة ملكش دعوة بيها طيب ايه هو بقى رد فعل حركة حماس حسب المصادر الصحفية في ان قيادات حركة حماس موافقة على كل اقتراحات الرئيس محمود عباس ولكن بشرط وهو اصلاح نظام الانتخابات وتحديد معاد ثابت لاجراء انتخابات حرة ونزيهة ويرائب عليها المجتمع الدولي الانتخابات دي يتم عقدها في الضفة الغربية وفي غزة في نفس الوقت والانتخابات هتكون مزدوجة يعني نيابية ورئاسية ومن خلالها حيتم انتخاب مجلس النواب الفلسطيني ورئيس فلسطيني الجديد ولا لا ما اعتقدش يعني انه هو حيكون محمود عباس أبو مازل مرة تانية صحيفة الشرق الاوسط السعودية نشرت من ضمن تقريرها عن مباحثات المؤتمر ان الفصائل الفلسطينية المختلفة اتفقوا على بند مهم جدا بخصوص المرجعية الاساسية الوحيدة للقضية الفلسطينية تعالوا كده نشوف صحيفة الشرق الاوسط السعودية قالت ايه بالزبط وحرفيا تحرس القيادة الفلسطينية على ان تظل مصر هي المرجعية الاساسية الداعمة للقرار الوطني الفلسطيني وليس اي طرف اقليمي اخر نقدر نفهم من كده انه اذا تمت عملية المصلحة وتم اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة فكل الاجراءات دي حتم برعاية مصرية فقط لا دي ولا دي ولا قطر ولا تركيا ودي طبعا حاجة تسعيدنا ونتمنى ان الاطراف الفلسطينية تلتزم فعليا باللي تم الاتفاق عليه خلال اليوم الاول للمؤتمر ونفهم كمان ان بمجرد انتهاء فعاليات المؤتمر هتبدأ مصر انها تتواصل بشكل مباشر مع اسرائيل للوساطة ما بين حكومة نتنياهو من جهة ومحمود عباس وحركة حماس من جهة تانية تمهيدا للانتخابات اللي ممكن تحصل قريب وقد ينتج عنها فوز حماس بالانتخابات او فوز فتح والله كل شيء وارد او حتى فوز فصيل تالت خالص غير متوقع طلبة ان هي هتكون انتخابات ديموقراطية وشفافة وبيرائب عليها العالم كله فمصر لازم تتحرك من دلوقتي علشان تتفق مع حكومة نتنياهو على اسلوب التعامل المستقبلي مع الحكومة الفلسطينية الموحدة اللي حيتم انتخابها واللي انا اعتقد ان مصر حتقدر ان هي تلعب دور الوسيط بافضل طريقة ممكنة ياريت حضراتكم مشكورين تشاركوني بقراءكم في التعليقات هل ممكن ان فتح وحماس يتفقوا فعلا على اجراء انتخابات رئاسية ونيابية في الضفة وقطع غزة لتشكيل حكومة جديدة فلسطينية موحدة بعد 16 سنة من الانقسام واللي حضراتكم شايفين ان كل البنود اللي تم الاتفاق عليها دي في اجتماع العالمين لن يتم تنفذها ولن يتم الالتزام بيها وحترجع غيمة لعادتها القديمة مرة تانية ويزيد الانقسام الفلسطيني اكتر من الاول ولو عملوا انتخابات هل حماس لو خزرت هتلتزم بالنتيجة وتنسحب من المشهد السياسي اتكلمنا كتير عن ضرورة اصلاح المنظومة التعليمية في مصر لان التعليم طبعا هو اساس نهضة اي مجتمع واي دولة ده شيء بديهي جدا ويا ما اتكلمت هنا في القناة عن ضرورة تحسين منظومة التعليم المصرية لان الانحضار الاخلاقي والثقافي اللي بدأ ينتشر ما بين طبقات المجتمع المصري بكل انواعه اصبح شيء صارخ وملفت جدا للانتباه يعني مثلا طريقة تعامل الناس مع بعضها بقت اقل زوقيا عن زمان حتى نوعية الموسيقى والافلام اصبحت سيئة وبدل ما كانت السينمات في مصر بتتنافس مع بعضها على عرض افضل الافلام لنجوم كبار اصبحنا دلوقتي بننتظر كل سنة يظهر فيها فيلم واحد بس كويس وممكن ما يظهرش اي افلام لها قيمة خالص فالموضوع فعلا كله مرتبط بالتعليم سواء المنظومة الاخلاقية او الفنية او الرياضية او جميع مناحي الحياة في مصر فهي مرتبطة بشكل او باخر بالتعليم بالدرجة الاولى طبعا وعلشان كده انا سعيد جدا بالخبر اللي حشاركه مع حضراتكم دلوقتي وهو انه فيه مشروع قانون حكومي لانشاء المجلس الوطني الاعلى للتعليم والتدريب ده طبعا في مصر والهدف من المشروع ده هو توحيد سياسات التعليم والتدريب بكل انواعهم وجميع مرحله وتحقيق التكامل ما بينهم والاشراف على تنفيذ السياسات دي بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية كمان وكمان العمل على النهوض بالبحث العلمي يعني الكلام اللي انا كنت بقوله من حلقتين ثلاثة كده فاتوا عن ضرورة ان احنا نغير منظومة التعليم ونغبط نوعية التعليم بنوعية الوظائف اللي موجودة والمتاحة في سوق العمل الحمد لله بدأ يتطبق بالفعل على ارض الواقع وفي مشروع قانون لتحديد اهم مجالات سوق العمل الحالي سواء في مصر علشان تطوير التعليم بطريقة تناسب الوظائف المطلوبة او حتى بط يعني ما يكونش مثلا سوق العمل المصري محتاج مهندسين ودكاترة وعمال وحرفيين واروح هنفتح كليات ملاش اي علاقة بالمجالات دي اروح هفتح كليات حقوق واداب واتجار لانه حيكون عندي ساعتها عدد خريجين كبير ملهمش مكان اصلا في سوق العمل والعكس صحيح يعني افرد ان سوق العمل في مصر محتاج مصممين وفنانين وكتاب وناس بتقدر تقدم خدمة ادبية وثقافية وطرفيهية علشان يساعدوا الشركات والهيئات اللي بتقدم الخدمات دي على تطوير انتاجها مثلا فبعدين اروح انا بقى في المقابل افتح كليات ملاش برضو اي علاقة بالمجال فنفس المشكلة اللي حصلت مع المثال الاول حتتكرر تاني مع المثال التاني ولو كانوا عكسة بعض وعلى فكرة صناعة الترفيه من فنون وكتابة وادب ومصرح وسينما اكبر بكتير من صناعة زي التعدين مثلا روح شوف ارباح صناعة الترفيه في الولايات المتحدة الامريكية قد ايه وقارنها باقي الصناعات حتلاقي ان ارباح امريكا من القطاع الترفيهي بس بكل انواعه اضعاف اضعاف اي قطاع تاني علشان كده امريكا بتسيطر على العالم ثقافيا يعني هوليود تعتبر سلاح اقوى من النفط لان التأثير على عقلية شعوب العالم بيكون مفعوله اطول بكتير من مفعول ارتفاع سعر البنزين او انخفاضه علشان كده انا سعيد جدا بالخطوة القانونية اللي هتحاول من خلال هالدولة المصرية ان هي تغبط احتياجات سوق العمل الحقيقية بنظام التعليم المصري عشان بعد كده بكرة ولا بعده ما نلاقيش مهندس بيشتغل على توك توك او نلاقي مدرس او رسام او ممثل او مؤرخ واقفين على عربيات تين شوكي او بيعملوا سندورشات كبدة ولا قهوة على اللي غصفة مش كده ولا ايه عموما مشروع القانون هيشمل تطوير البنية التحتية للمدارس والجامعات والمعاهد المصرية بما يتوافق مع المواصفات الدولية ودي طبعا خطوة مهمة جدا لانه فعلا المكان اللي الطالب حيتعلم فيه لازم يكون متوافق تماما مع متطلبات سوق العمل حتى من ناحية البنية التحتية لانه اكيد الطالب ده لو بيدرس تخصص هندسي مثلا او طبي فلازم يتضغب في معامل ومصانع تبع للكليات والجامعات دي او على الاقل يكون فيه شراكة مع هيئات طبية او هندسية للتدريب علشان الطالب ما يحسش بغربة لما يدخل سوق العمل الحقيقي بعد التخرج وفيه حاليا دعوات من اكاديميين مصريين بضرورة ادخال الزكاء الاصطناعي في مشروع القانون اللي تم طرحه بحيث انه المناهج اللي حيتم تعديلها وتطويرها دي تشمل ادماج الزكاء الاصطناعي في المناهج التعليمية لانه العالم كله حاليا بيتجه بقوة للزكاء الاصطناعي فاحنا لازم نبدأ من دلوقتي ندمجه في مناهج التعليم لانه هو ده المستقبل ومش عايزين حد يسبقنا وانا متفق جدا مع الاقتراح ده واعتقد انه ان شاء الله مشروع القانون ده بعد ما يتم الموافقة عليه ويتحول لقانون ساري النفاذ فالحالة التعليمية في مصر بشكل عام حتتطور جدا وحيكون فيه التوازن موجود ما بين متطلبات سوق العمل والتخصصات الخارجين اللي خارجين من التعليم المصري ياريت حضراتكم تشاركوني بقراءكم في التعليقات يترى ايه رأيكم في مشروع القانون اللي بينظم علاقة سوق العمل بتخصصات الخارجين من الجامعات المصرية والمعاهد ولا حضراتكم موافقين على ادماج الزكاء الاصطناعي في المناهج الجديدة ولا شايفين ان دي خطوة صعبة تنفيزها حاليا ولسه عليها شوية في الوقت اللي انا بكلم حضراتكم فيه حالا فيه 3000 جسة متحللة مجهولة الهوية موجودة في مشارح الخرطوم ايوا يا فانتم اللي حضرتك سمعته ده صح تماما فبحسب تصريحات مدير عام وزارة الصحة في ولاية الخرطوم محمود القائم فان جميع المشارح مغلقة ولا توجد فيها كوادر طبية لانها ببساطة بتقع في مناطق الاشتباكات زائد كمان انه مفيش اصلا كهرباء علشان تلاجات المشارح دي تشتغل فبالتالي يا فانتم الجثث اتحللت وعفنت تخيل ان مستشفيات الخرطوم العاصمة وجميع المشارح اللي تتبع المستشفيات دي انقطع عنها الطيار الكهرباء لمدة 3 شهور فتخيل الجثث اللي موجودة داخل المشارح دي هتكون حالتها عاملة ازاي دلوقتي بالتأكيد اتحولت لهياكة العظمية تخيل 3 شهور من غير كهرباء والجثث دي داخل المشارح وداخل التلاجات والتلاجات اتحولت لقبر الجثث ومع ارتفاع درجة الحرارة الرهيب اللي احنا فيه دلوقتي فبالتأكيد الجثث دي اصبحت هياكة العظمية بدون نقاش على اي حال مدير هيئة الطب الشرعي بالخرطوم دكتور هشام زين العابدين صرح وقالي ان الخرطوم فيها 3 مشارح مشرحة في مستشفى ام دورمان ومشرحة في المستشفى الاكاديمي ومشرحة في مستشفى بشاير وساعة المشارح دي لا تتخطى بضع مئات من الجثث ولكن وبسبب الاحداث والمواجهات اللي حصلت في السودان فالمشارح دي تكدست فيها الجثث فوق بعضها وبلغ عددها حاليا اكتر من 3000 جثث فتخيل بقى حضرتك منظر المشرحة هيبقى عمل ازاي وريحة هيكون شكلها ايه انا بس بمجرد ما تخيلت المنظر ما بقيتش قادر اسيطر على العصار لانه فعلا عدد الجثث مهول متخيل ان فيه اصلا جثث موجودة في المشرحة من 2019 تخيل من بعد اسقاط نظام عمر البشير الجثث دي لسه متدفنتش لحد دلوقتي لانها جثث مجهولة فمن 2019 لحد مارس 2023 كانت عدد الجثث الموجودة في المشارح بضع مئات يعني ممكن يكونوا اقل من 500 جثث ولكن من ابريل 2023 لحد اغسطس الحالي ارتفع رقم 6 اضاف حضرتك متخيل ان احنا اتنقلنا من مربع 500 جثثث في 3 سنين لمربع 3000 جثثث في 3 شهور لو حضرتك مش مستوعب فهي دي ببساطة تكلفة الحرب اللي اعلنها حمدتي على الجيش السوداني والشعب السوداني عموما دكتور زيدن عبدين استمر في تصريحاته وقال ان المشارح بتسقط عليها مغزوفات وصواريخ وبتدخلها الكلاب والقطط وبتاكل من الجثر يا انا هرسو دمنا يا البستين يلا حضرتكم متخيلين مدى الرعب اللي في التصريح ده الكلاب في الخرطوم بتدخل المشارح علشان تاكل جثث الضحايا اللي سقطوا بسبب احداث اسقاط عمر البشير في 2019 مغورا بالحرب الحالية ما بين عصابات الدعم السريع والجيش السوداني في 2023 ولو فاكرين ان تصريحات دكتور زين العبدين دي وقفت لحد هنا تبقوا غلطانين لان دكتور زين العبدين كمل كلام وقال ان الفران دخلت للمشارح واصبحت بتتغزى يوميا على الجثث يعني احنا دلوقتي عندنا كلاب وقطط وفران كل يوم بيروحوا المشارح يكلوا جثث الضحايا وبعدين يخرجوا تاني للشوارع عادي جدا وطبعا طالما ان فيه فران وجسس متحللة فاعرف على طول انه حيبقى فيه طعون وده برضو مش كلامي ده كلام الدكتور زين العبدين اللي حذر من انتشار مرض الطعون في الخرطوم بسبب الفران اللي بتتغزى على الجسس احنا دلوقتي فعلا قدام كارثة انسانية حتدمر الخرطوم تماما اكتر ما هي متدمرها بس المشكلة انه لو الطعون ده انتشر في الخرطوم فوقع تفتكر ان الدول المجاورة للسودان حتكون بعيدة مش حتكون بعيدة ابدا عن انتشر مرض الطعون بالعكس المرض ممكن ينتشر بمنتهى السهولة عن طريق النازحين فالموضوع مرعب بصورة لا يمكن حضراتكم تتخيلوها مرض الطعون ده يا فندم قاتل وما بينفعش معا اي هزار المرض ده ما بيهزارش المرض ده بيقتل خلال ايام لو لم يتم علاج المريض فورا بالمضادات الحيوية ولكن لو لعلاج كان متأخر يبقى الله يرحمه والله يرحم اللي حواليه الدكتور زين العابدين قال ما يلي نصه منذ قبل الحرب تحللت الجثامين في المشارح وتحولت الى اكوام لحمة ولا يوجد جثمان واحد مكتمل في المشارح خلي بالك ان ده الوضع من قبل الحرب لما كان فيه بس 500 جثة في مشارح الخرطوم امال ايه بقى دلوقتي الوضع لما الجثة دي ارتفع عددها ل3000 جثة اكيد حضراتك متخيل الوضع هيكون شكله ايه في المستشفيات ومشارح الخرطوم دلوقتي هو ده التمل اللي بتدفعه السودان بسبب حرب حمدتي على الجيش السوداني وعلى الشعب السوداني وللأسف السودان اتحولت لدولة منكوبة عسكريا وممكن في اي لحظة تتحول لدولة منكوبة وباقيا بالطعون وطبعا في وسط الحرب اللي دايرة دي حاليا ما اعتقدش ابدا انه المصاب بالطعون في الخرطوم او في اي مكان في السودان هيقدر انه يتعالج بشكل فور لا حيلقي علاج ولا حيلقي دول خلي بالك من كلمة شكل فور دي برضو لان مرض الطعون لو ما تلحقش خلال فترة قصيرة جدا من بداية الاصابة فهو بتحول لمرض قاتل اتمنى من حضراتكم انكم تدوا الاخوتنا في السودان بان ربنا يسترها معاهم لانه بالتأكيد الوضع في السودان دا مش مستحمل انتشار مرض زي الطعون ابدا لان ساعتها حدبقى المصيبة مصيبتين والخطرة هيهدد السودان ومصر وكل دول جوار السودان كمان يا ريت حضراتكم بعد ما تدعو الاخوتنا في السودان تشاركوني بقراءكم في التعليقات حضراتكم شايفين ايه الحل لمشكلة مشارح الخرطوم اللي وصل عدد الجثث فيها لتلات تلاف جثة وايه هي الخطوة المناسبة من وجهة نظركم لمكافحة مرض الطعون اللي بدأ يتفشى او اذا تفشى في الخرطوم بسبب الجثث المتحللة والمتعفنة في المشارح خصوصا مع انتشار الفيران اللي بتتغزى على الجثث دي الصحافة الامريكية والاسرائيلية بدأت ان هي تتكلم مرة تانية بخصوص تطبيع العلاقات السياسية والديبلوماسية ما بين دولة الكيان الصهيوني والمملكة العربية السعودية لان الرئيس الامريكي جو بايدن صرح يوم الجمعة 28 يوليو اللي فات وقال ان في تقارب سياسي بيحصل دلوقتي ما بين اسرائيل والمملكة فيما يخص اعلان التطبيع خلي بالك دي تصريحات جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الامريكية يعني ده مش كلام صحفي امريكي ولا حتى صحفي اسرائيلي ولا كلام محللين سياسيين سواء كانوا عرب او اجانب لا يفنط دي تصريحات رسمية من الرئيس الامريكي جو بايدن شخصيا فاعتقد يعني ان احنا لازم نحطها في الاعتبار ونتعامل معاها على اساس ان هي معلومة مش خبر لان الخبر ممكن يكون صحيح او خطأ وممكن يكون عبارة عن تحليل وممكن يكون عبارة عن رؤية سياسية ولكن تصريحات الرئيس الامريكي واي رئيس لاي دولة في العالم بتعتبر معلومات لان الرئيس لما يطلع يتكلم مش هنقعد بقى نفترض انه بيتكلم عن رؤية او بيتكلم عن تحليل سياسي لا الرئيس ده راجل موظف في الدولة فكلامه بيكون محسوب عليه وعلى دولته لانه راس الدولة وبغد النظر ان بايدن بينسى كتير وبيخرف كتير اللي انه لما بيقول حاجة مش مظبوطة بيطلع المتحدث الرسمي للبيت الابيض يعدلها فدلوقتي طالما ان جو بايدن قال ان فيه تقارب سياسي بيحصل ما بين المملكة العربية السعودية واسرائيل دلوقتي وما طلعش حد من البيت الابيض نفى الكلام ده فاحنا لازم ناخد الكلام ده على محمل الجد ونعتبره انه معلومة مش مجرد رؤية سياسية او تحليل او خبر مش متأكدين من صحته فخلينا نتفق على النقطة دي قبل ما نبتدي النقاش في الموضوع خصوصا ان تصريحات المملكة العربية السعودية في الفترة الاخيرة بتؤكد وبتكرر انها ما عندهاش مانع من التطبيع بالعكس هي عندها استعداد للتطبيع بالفعل مع الكيان بس هي عندها شروط واجب على اسرائيل وامريكا تنفذها علشان المملكة توافق على التطبيع فكلام بايدن مش خارج السياق اطلاقا بس الغريب بقى انه كلام بايدن ونفي كلام بايدن مجاش من البيت الابيض ولكن جاء من اسرائيل نفسها فتعليقا على تصريحات جو بايدن قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيسة الاسرائيلي يولي ادلشتاين لراديو الجيش الاسرائيلي اعتقد انه من السابق جدا لأوانه الحديث عن العمل على اتفاق تطبيع علاقات مع السعودية طب لو حطينا كده بقى تصريحات بايدن اللي هو رئيس امريكا قدام تصريحات نقف في الكنيسة اللي هو ادلشتاين حطناهم قصاد بعض في الميزان فيطرى نصدق من فيه انا كمحمد انديل هعتمد تصريحات جو بايدن لانه ببساطة رئيس دولة ومش اي دولة ده رئيس اقوى دولة في العالم وبيتكلم في موضوع محدد وقال انه عنده معلومات بان فيه تقارب سياسي ما بين اسرائيل والسعودية بيحصل دلوقتي حالا فالمنطقي والطبيعي انه اعتمد تصريحات رئيس الامريكي لانه بيتكلمش من دماغه واكيد المعلومة المهمة جدا اللي زي دي جياله من طرف جهاز المخابرات الامريكي او الخارجية الامريكية رأسا ولكن النائب الاسرائيلي بيتكلم بحسب وقيته السياسية وتحليله الخاص للمشهد وعلى فكرة ادلشتاين ده يعتبر برضو عضو مهم جدا في حزب اللي كود الحاكم يعني برضو حتة تقيلة في البلد وكلامه محل اعتبار ولكن بالمقارنة مع تصريحات رئيس الامريكي فطبعا اكيد تصريحات جو بايدن اهم واصدقة عموما ادلشتاين كمل تصريحاته قال كيف يمكنني ان اصير ذلك بلا باقة هناك بنود اهم بكثير واكثر اشكالية من اعلانات من هنا وهناك على الجانب الفلسطيني كما اغلب الحوار السعودي يجري مع الامريكيين وليس معنا هناك بعض الامور التي يمكننا ان نتعايش معها افضل من غيرها واخرى لا نتعايش معها بنفس الطريقة فيما يتعلق بمطالب غياض من واشنطن طبعا هو بتكلم هنا عن شرط المملكة العربية السعودية باقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 واعلان القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة ده طبعا غير مقبول في اسرائيل تماما علشان كده الرجل بيقولي انه في شروط هنقدر نقبلها وفي شروط تانية مش هنقدر نقبلها فهو بيتكلم بمنتهى الوضوح ولكن اللي حيحصل في المستقبل احنا لسه اصلا مش عارفينه طيب ازاي ممكن السعودية تفرد على الولايات المتحدة الامريكية وعلى اسرائيل تحقيق الشروط دي والشرط ده تحديدا بتاع انشاء الدولة الفلسطينية برضو لسه مش عارفين لان الموضوع مش واضح وما فيش خطوط عريضة نقدر ان احنا نمشي وراها وما فيش اجتماعات حصلت ما بين القيادات السعودية واي قيادات من الكيان الصهيوني بشكل علني علشان نقدر نحكم على مخرجات اللقاءات دي وقد يكون فيه فعلا لقاءات صغية ده عادي جدا ما فيهاش مشكلة لان ده بيحصل طول الوقت ومع كل الدول لكن لما بيتم الاعلان غاسمي عن اي اجتماعات خاصة بالتمهيد باعلان اتفاق تطبيع سعودي اسرائيلي ساعتها بس ممكن نقدر نتكلم على اي حال الصحفيين استمروا في ملاحقة المسؤولين الاسرائيليين وعشان يسألوهم عن مدى تقدم عملية التطبيع ما بين اسرائيل والمملكة العربية السعودية بعد تصريحات رئيس الامريكي جو بايدن الاخيرة وفيه مجموعة من الصحفيين تجمعوا قدام مكتب مستشار الامن القومي الاسرائيلي تساحي هنجبي قبل ما يحضر اجتماع مجلس الوزراء الاسبوعي وسألوه هل فيه تقدم في مصاري التطبيع بين اسرائيل والسعودية فجاوبهم بكلمتين مش اكتر الراجل قال اتمنى ذلك عموما نتنياهو صرح للصحفيين وقال لهم ان اسرائيل حتبدأ في اطلاق مشروع توسعة للسكك الحديدية بقيمة 100 مليار شكل او ما يوازي 27 مليار دولار لربط مناطق بعيدة عن الاطراف مع تل قبيب واكد ان خطوط السكك الحديدية دي حيتم ربطها بغريا مع المملكة العربية السعودية في المستقبل ده معناه انه بالفعل فيه محادثات متطورة ما بين اسرائيل والسعودية فيما يخص ملف التطبيع وان تصريحات بايدن صحيحة لانه نتنياهو اكيد برضو مش هيقول ان احنا هنربط سكك الحديد اللي في اسرائيل مع السعودية من فراغ وإلا حيكون انسان عبيد وجاهل ولو تفتكروا ان موضوع خط السكك الحديد ده كان بداية الكلام عنه بعد تطبيع الامارات والبحرين مباشرة مع اسرائيل كان المخطط هو انشاء خط سك حديد من ميناء جبل علي بدبي على ساحل الخليج العربي يوصل لميناء حيفا على البحر المتوسط مرورا باراضي المملكة العربية السعودية والمملكة الاردنية الهشمية وطبعا بما ان السعودية لسه ما طبعتش فالضغط شجل من امريكا واسرائيل والامارات علشان انجاز المشروع ده اللي بحسب ما تم الاعلان عنه فهو بيهدف لاختصار زمن وصول البضائع من الخليج العربي للبحر المتوسط والعكس وان كان ملاحظ برضو ان الهدف الاسرائيلي منه هو ضرب قناة السويس المصرية والتأثير عليها وده اللي تكلم عنه الكثير من الاقتصاديين والمحللين السياسيين في الكيان وقالوا ان اكيد مصر مش هتسكت وحيكون رد فعلها عنيف بس عارف الغريب ايه هنا سعدتك الغريب مش ان اسرائيل بتاها دفل الاضغار بالاقتصاد المصري لاننا اعداء مهم اعملنا اتفاقيات سلام ولكن اسرائيل بمفردها مش هتقدر تتحمل التكلفة دي كلها اللي هي 27 مليار دولار من غير ما يكون فيه داعم للمشروع والتفاقيات مسبقة تؤكد نجاح المشروع بعد الانتهاء منه فانا كمحمد انديل كان عندي عادي جدا بالنسبة لي لو كنت عرفت ان الاتفاقيات دي كانت مع الهند مثلا ولا الصين بس الغريب سعدتك ان المشروع دا بيتم بالاتفاق مع الشقيقة الصغيرة وبيحاولوا يدخلوا السعودية في المشروع وده طبعا مش غريب ابدا على الشقيقة الصغيرة اللي حولت من 3 سنين ان هي تفعل خط انابيب الات عسقلان علشان تنقل بتغولها من البحر الاحمر للبحر المتوسط من غير ما يعدي على قناة السويس صحيح تحياتي للي كنت فاكرهم اخواتي وعلى اي حال احنا بننقل تصريحات اعلى المسؤولين في هرم السلطة سواء في الولايات المتحدة الامريكية او في الكيان الصهيوني يعني بننقل تصريحات رئيس الامريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الاسرائيلي بين يمين نتانياهو ومستشارينهم ودي تصريحات رسمية نشرتها الصحافة الامريكية والاسرائيلية فبالتالي احنا لازم نغطيها حتى لو ما كناش متفقين معها ولكن واجبنا الصحفي ان احنا نغطي جميع الاراء وجميع التصريحات وبعدين نحللها ونقشها وننتقدها براحتنا مفيش مشكلة ابدا ياريت حضراتكم تشاركوني باراءكم في التعليقات هل تتوقعوا ان تصريحات رئيس الامريكي جو بايدن صحيحة؟ بخصوص انه في تطورات قوية جدا بتحصل حاليا فيما يخص ملف التطبيع السياسي ما بين السعودية والكائن الصهيوني؟ ولا شايفين انه تصريحات النائب ادلشتاين هي الاقرب للصحة وتفتكروا انه مشروع السكة الحديدية الاسرائيلية ده حيتم ربطه فعلا بالاراضي السعودية؟ ولا نتنياهو بيلعب لعبة سياسية للضغط على المملكة العربية السعودية واحرجها قدام المحيط العربي والمجتمع الدولي لان زي ما احنا عارفين الناس دي ما عندهاش منع ابدا ان هي ترمي بلاها على اي حد الناس دي وشوشهم مكشوفة جدا ومعندهمش حاجة اصلا يتكسفوا منها فقال حضراتكم متفقين معايا ان تصريحات نتنياهو ممكن تكون نوع من الضغط الابتزازي مش اكتر؟ ولا شايفين ان هي ممكن تكون تصريحات عادية وان فعلا ممكن سكك الحديد اللي في اسرائيل دي تم ربطها بغيا مع المملكة العربية السعودية ولا تعتقد ان المملكة العربية السعودية ممكن ان هي تساهم في الاضراق بالاقتصاد المصري ولا الامير محمد بن سلمان بيخطط لتصدير كافة منتجات المملكة العربية السعودية عن طريق ميناء شرق برسعيدي الموجود في شمال سيناء زي ما صرح قبل كده وشافكم في حلقة جديدة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة